لورا أشلي دابنهامز مونسون فيكتوريا سيكرت ألدو وغيرها من كبرى المتاجر البريطانية المعروفة يواجهون خطر الإفلاس بسبب كورونا حال هذه الشركات يشبه وضع البلاد فقد تراجع اقتصاد المملكة بنسبة 9.9% خلال العام الماضي وهو أسوأ كماش اقتصادي لم تشهده البلاد منذ السقيع العظيم قبل 300 عام تظهر الأرقام أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولا في أنحاء العالم بينما توجد بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد خلال الشتاء نعلم أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات كبيرة على عديد من الأشخاص والأنشطات التجارية تطمنة وزير الخزانة البريطانية بأن أداء بلاد الاقتصادية يتماشى مع اقتصاد العديد من دول مجموعة العشرين لا يسمن الطباقات الفقيرة من جوع ولا يغني حتى الطباقات الوسطى التي بات نحو نصف مليون عائلة منها مهددين بالطرد لعجزهم عن تزديد مستحقات الإيجار فيما واحد من أصل أربعة من أصحاب العقارات باتوا يشكون من تراجع المداخل تواجه العائلات البريطانية ضغطا كبيرا بسبب الوباء حيث ينتبه الشعور بالقلق من خسارة وظائفهم وعمالهم وفي كيفية إطعام أطفالهم بعد إغلاق المدارس الاقتصاد البريطاني في حالة سباة عميق بسبب قيود الإغلاق فقد أظهرت الأرقام انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة عشرين في المئة مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أشار في تقرير له إلى أن البلاد تتجنب احتمال حدوث ما يسمى بالركود المزدوج تعول بريطانيا كثيرا على اللقاحات حيث طرى فيها بصيص أمل لتحريك عجلة الاقتصاد المنهك بالوباء تفاؤل رفقه حذر عبر عنه بعض المراقبين الذين توقعوا أن يطول أمد الأزمة الاقتصادية لعقود بسبب تداعيات الجائحة وخيار الباكزيت موسى سرور لندن الميادين